وقال بأنه هو السبيل الوحيد معناها لم يبقى لنا أي خيار تجاه أعدائنا والمقصود به المغرب أنا نقولها لكم لا إسرائيل ولا بطيخ المقصود به المغرب يعني هو الحل الوحيد لمجابتنا يعني لم يبقى للجزائر أي خيار مع المغرب إلا الحرب وأن هؤلاء الأعداء ما قدروش وجهونا وجها لوجه لجأوا إلى شبكات التواصل الاجتماعي يعني ما هذا العبث يعني دولة برزقها وثرواتها ومؤسساتها الإعلامية والأموال الطائلة التي تصرف على التلفزيونية والجرائد وكذا يعني راهي تنتخدز الحربها في شبكات التواصل الاجتماعي من خلال أخبار اللي يليجيه هذا أكبر دليل على أن الدولة هشة وأن المؤسسة العسكرية اللي خايفة من شبكات التواصل الاجتماعي ماهيش دولة وسمعنا من قبل تبون قالهم نحضر المواطنين من هالفيسبوك وجه ضابط واحد قالهم الناس لو كيتحارب فينا غرب هذك الفيسبوك والآن شينغريحة هاوش يقول حول شبكات التواصل الاجتماعي يعني كل كل الدول لو تشوفوا ما ينشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي هنا في فرنسا ولا في أمريكا ولا في القرات الكل من نقد للنظام وكذا وكذا ستقولون بأن هذه الدول خلاص راهي راح تمحى من الخريط أبدا مخيذينها كدليل على قوة الدولة ومؤسساتها يعني البلد لجيشها الوطني الشعبي يقول شينغريحة هو الأقوى لأن الجزائر هي أقوى دولة في المنطقة أقوى الدولة برئاستها بحكومتها بالمؤسسات انتحها كلها وبالجيش الوطني الشعبي انتحها لي وتبهون يقول راه قوة ضاربة جزائر قوة قوة ضاربة العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائرين العالم كله عارفها باللي قوة جهوية باللي قوة جيب السلام في المنطقة باللي قوة جيب التوازونات في المنطقة راح يخاف من شبكات التواصل الاجتماعي إلى هذا الحد بدل أنه تفرح العسكر أهنتهم يا سعيد شينغريحة إهانة كبرى عندما تختزل للجيش في ضرورة مواجهة شبكات التواصل الاجتماعي معناها راه اعتراف ضمني وتأكيد على المعلومات اللي كنا نقوله فيها من قبل على أن العسكر تحولوا إلى ذباب إلكتروني في شبكات التواصل الاجتماعي راح وقالهم الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من بين هذه التعليمات الصادرة هي ضرورة التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي فتح حسابات وهمية السب والتطاول والهجوم على الناشطين والمعارضين محاولة إغراق شبكات التواصل الاجتماعي بالسفالة والنذالة والسفاها وما إلى ذلك من هذه الأمور لأنني أنا عشت في الكازرنات ونعر في الكازرنات ما كانش ناس فمهم سيء وقبيع ويقولون الكلام القبيع كما العسكر ولذلك لاحظوا منذ أن أدخلوا الجنود أدخلوهم كذباب إلكتروني أغرقوا شبكات التواصل الاجتماعي بالسفاها على والديه ويعبر عن اللي يربوه ما أحسنهش تربيته ويربي أيضا على القيادة اللي تأمره تأمره بدل أنه يروح يخدم خدمته نظيفة ظريفة ويجيب دراهم وحلال لا تحاول يسب في أعراض الناس يروح الواحد ما يعرف عليه شيء يسب له والديه يسب له أمه يطعنه في عرضه وفي شرفه هذه تشوفوا فيها مليحة والله كما تطاولتم على أعراض غيركم سيأتي اليوم وأعراضكم هي التي تلفع الثمن والأيام بيننا السجال